موسيقى نادين عبدالخالق موجودة معنا اليوم مدربة. موضوعنا هو يحل النزاعات بأماكن العمل. نزاعات طبعا كثيرة بأماكن العمل. ودائما في مسؤوليات. ضروري أن واحد يكون مطلع فيها. بس كمان في مشاركة كبيرة. وتيمورك. نشوف كيف ممكن. ليش ممكن أن يكون في نزاعات. وكيف ممكن أن نكون عمل حلها بطريقة حضرية. بونجور. بونجور كيف تكون اليوم؟. الحمد لله كثير منيحة. أول شيء. ماذا يعتبر نزاعات؟. هل قدية كنفلية؟. لأنه بقلب الأماكن العمل. دائما يكون في وجهات نظر مختلفة. كل واحد عنده طريقته بالشغل. ولكن هنا بعد ما في مشكل. هو بالأساس الكنفلية أو النزاع أو الصراع. هو الجزء من الحياة. نعيشه كل يوم. وهذا الجزء من الحياة. الذي ينمينا ويطورنا ويوصلنا على محلات أفضل. لماذا يصبح لدينا صراع في أماكن العمل؟. فرق شخصيات. فرق طريقة عمل. فرق توجهات. فرق أهداف. عدم موجود فريق عمل نواة متماسك. وطبعا هناك أسباب كثير من المنظمة بحد ذاتها. مثل سوق التواصل. سوق التدريب. سوق الإدارة. يعني الإدارة بكون عندها طريقة. بتنمي روح التنافس الغير بناء. بين أطراف العمل أو العمال الموجودين. لأنه مش عارفة تقدر تعمل توازن. في كثير عنا أسباب للنزاع. والنزاع هو مسألة صحية. ولازم تصير. طبعا إلى أسباب إيجابية. وإلى أسباب سلبية. الأسباب الإيجابية. أنه أنا اليوم لما أكون بفريق عمل. وبلش يصير عنده نزاع. هذا النزاع. بيتفشني لتتولد عنده أفكار خلاقة ومبدعة. وليقي حلول غير تقليدية. لأي نوع من المشاكل. وبالتالي بعدين. بتتوتط الروابط بيني. وبين الشخص الثاني. بالفريق العمل. يعني بيصير عندنا مختلف. كيف يقولوا بالمثل. لبناني ما إلك صديق غير بعض عداوة. بالنفس الشيء. لما أنا يكون عندي فرق بالقراء. بيني وبين الشخص الثاني. وأكيد نتج صراع أو نتج نزاع. بعدين. إذا كان فيه طبعا. نحن نحكي فريق عمل. إذا كان كل واحد بده خير العمل على طريقته الخاصة. ما هو هو. بس في وقت تبقى المشكلة مختلفة. تبقى شخص متكل على الثاني. شخص كسول مثلا. وعم بيخلي غيره يعمل شغله. فيه أوقات مشاكل سلبية. كثير مزبوط. وهذا كله أساس فريق العمل. نحن اليوم. ما نفرق بين مجموعة العمل وفريق العمل. مجموعة العمل. يعني هو قائد يسير كل هذه المجموعة. بينما فريق العمل هو عمل تشاوري. لما تكون الإدارة. عاطة. المظبوطة لكل شخص. وبيعرف كل واحد شو مفروض يعمل. ساعتها ما بكون أحدا عم يقدر. يفوت على مساحة الثاني. وأنا بعرف مفروض. شو يطلع مني. شو المطلوبة مني. بنفس الوقت طبعا. في عنا شخصيات بتلقي اللوم على الآخر. وعنا شخصيات بدأت تشيل المسئولية. بس لما أنا نمي روح فريق العمل مضبوطة. يعني نجاحنا كله حيكون لكلنا. وفشلنا لكلنا. مش أنا. الفردية بتنمحي. بتصير مجموعة. ما بيمنع أنه. حتى لو كل شيء مثالي بهالمجموعة. أو بهالفريق العمل. أوقات في شخصيات ما بتلتقى. يعني. طبعا. بين بعضها. صحيح. نحن عنا أنماط مش شخصيات. عنا أربعة أنماط بالتصرف. كلنا بنحملها الأربعة. بس كل واحد بتفاوت نسب. وبمواقف معينة بتبين نمط. غير نمط. كثير مهم لو نبني فريق عمل. يكون عنا الألماط كلها. لأنه بألف فريق العمل. بحاجة لكل هالألماط. لأنه كل شخص بدي يقوم بمهمة. إذا أنا عندي قدرة أو ملكة على الكلام. غيري يكون عنده قدرة تحليلية أكتر مني. وهو بيصير في التوازن. وهون أنا ما عندي حدا يعمل لي كمبيتيشن دايركت. بسيك لي بيكون عندي حاجة للنزاع. طبعا بيضل في يخلق اختلاف. لأنه نحن نجي من بيئات مختلفة. من شخصيات مختلفة. نحمل تاريخ مختلف. والنتيجة نحمل خبرات مختلفة وتجارب. نادين حصل النزاع. ملاحية لسبب من الأسباب. هلأ فصلنا كيف ممكن أن يكون شو يعني النزاع. بس إذا حصل النزاع. شو الطريقة لحل هالنزاع؟. شو الطريقة للتواصل بين شخصين متنازعين؟. كثير مهم اللي عم تسألي. بس أنا كنت حابة تضوي كمان. شو سيئات النزاع؟. حكينا عن إيجابياته. أنه بيخلق أفكار مبدعة. وبيعمل علاقات أقرب. لما النزاع ما ينحل بالطريقة المزبوطة. أول شي ببطل فيه عندي انتماء للمجموعة. بصير عندي روح الاندفاع بتنزل. بصير سقافة الإيل والقال. والرومرز بتزيد. وبالتالي بتفكك هالفريق. وبطل فيه انتجية. هذه سقافة مزيطرة. طبعا. ومجتمعنا عامة. ونحن عنا إياها بالكولتور. وعنا طريقة كيف نشبه. نحن بالبيت مع أولادنا. ابن عمك جاب 20 سور 20 علمات. أنت شو عملت؟. هذا مش مظبوط. أنت فيك عندك مجال تقدر تبدأ بمحل. هو بمحل. نحن هذا اللي نخلق. نفكر أن هذا التنافس الإيجابي. وهذا غلط. وروح التنافس تزيد بالسلبيات. روح التنافس السيئة. بس نحن كيف بدنا نعالج؟. أنا اليوم صار عندي نزاع معك. أكيد أول شغلة. بدي أطلع مع الشخصاني. الشغلة موجهة ضدك. أول شي بدي أطلب. عنا ست سبع خطوات نتبعها. بدي لقاء أنا وياكي. بفضل اللقاء يكون بمكان مجرد. مجرد أو مش مجرد نيوترل. مش مكان وقع النزاع. مش بس بمكتبة أو بمكتبك. بمكان عام. يمكن برات المكتب. يمكن بمكان كونفيرنس روم. طبعو المكتب. أنا وياكي لواحد. أهم شي. طبعا. هذا أولا. أنا بجي على تريتري محايدة. أرضية محايدة للأثنين. لأنه لا يحس الشخص الثاني أنه مستفز. أوقات كثيرة. يفكر الشخص الذي يريد يعمل هذه الإنيسياتيف. يفكر أنه إذا كان صوته واطف. وهو لطيف. يمشي الحال. في كثير زروف محيطة. بدأت تكون موجودة. طبعا. الفريق العمل موجود. لا يمكنك تحكي عن النزاع. صحيح. ما كان صحي لها الحديث. ما بينفع. وقت غير مناسب كمان. بده وقت مناسب. بده خصوصية. وبده مكان مناسب. وبده طريقة مناسبة. تاني خطوة. أنا اليوم لما بدي. قل له شو صار. أنا ما بحدثه أنت عملت هيك. أو بعمم. أنا بخبره عن الحدث. صار هيك معنا. كيف فينا نعالجها. مجرد ما أنا حول طريقة الثقال. بأنه صار هيك معنا. بدون اتهام يعني. يعني أنا ما عم بلق اللوم. ما عم بأتهام. ما عم بحكم. وبنفس الوقت أنا جزء من الحل بدي يكون. لأنه أنا جزء من المشكلة. أنا عم سيوي حالة مثلك. يعني كأنه أنا عم قل له. أنت مجدرورة تكون ديفنسف ولا أوفنسف. بس اسمعني. تالت خطوة. الاستماع الفعال. اللي نسميه أكتف لسنينج. اللي هو سيد الموقف بيكون. لأنه اليوم بيكون هذا الموظف عنده كثير شجون ومشاكل. داخل الشغل وبرات الشغل. مش بس هيك. بيكون عنده حتى داخل الشغل أسئلة منا مجاوبة. بيكون عنده اهتمامات محدة راددة عليها. بيكون عنده. نحن بدنا نقدر نسمعه. شو اللي عم بقوله. شو اللي ما عم بقوله. ولأنه نتأكد أنه نفهم عليه. ليه صارت هذه المشكلة. بدنا نعمل. أو بدنا نرجع. نعيد اللي قال. وناخد موافقته. بس بهالستاب بالتحديد نادين. ممكن يكون الشخص اللي مقابي لك عدائة. صحيح. بس أنا لما أسمعه. لما أسمعه. لوحده العدائية بتنزل. لما يحسني عم بسمعه. بكل حواسة. لأنه كثير نحن أوقات بنفوت عند المدير. أو بيطلبنا المدير للاجتماع. أو شخص تاني. بكون مشغول منهمك بأمر تاني. هذا بحسسنا أنه ما عم يسمعنا. لما الشخص التاني قد ما يكون منفعل. شخص بيسمعه عم يسمعه بهدوء. لوحده نسبة الإنفعالة بتنزله وبتهبط. بصير حتى دماغه بصير ويرد بطريقة تاني قاعم يسمعني. يعني بده يلاقي حل. ما بده يهجمني. لأنه هو خيفين. هو فيت عند مديره. لا يشوف شو بده يصير. هو كمان بموقع ما كتير يحسد عليه. بده فيت يبرر حاله. نحن ما بدنا نصل للتبرير. لأنه نحن بدنا نعالج المشكلة. بعد ما نسمعه. بدنا نبلش نقول عشو من اكتفق. أنا وياك عشو من اكتفق. وعشو من اختلف. بعد ما نحط نقاط الاتفاق والاختلاف. يعني أنا باتفق معك. أنه أنت عم بتقوم بهالمهمة. كان مفروض يكون عندك مساندة من اكس. بس ما صارت هالمساندة. هذا إذا فيه مدير عم بيحل المشكل. أو حتى حدا من أعضاء الفريق. نحن لما نبطل ناخد الشغلة شخصية. لما نحن يكون عنا روح الفريق. أنه نحن نجاحنا كلنا من نجاح الفريق. وبدنا نوصل لهون. وبدنا نوصل لهذا هذا هذا. وليش عم نكون فيه مشكل لنوصل. لأننا نحن نكون فيه موحد الهدف بقلب الفريق. مثل البروجي اللي بيعملوه بالجامعة. بيبقوا عم يشتغلوا ليلة نهار ليناشحوا البروجي. بقسم خمس أشخاص. بدون يخذوا العلال. كلهم بدون يخذوا العلال. كلهم بيكونوا عم يعطوا من حالهم. نفس الشي هذا الفريق. اللي عم يتكل. بس بعدين لوحده بيطلع برات الفريق. لأن العلاقة اللي بتنبنى. السينارجي اللي بتطلع بين الفريق العمل. ما بوزيع شي. وحتى لما تتفكك بصير في عنا ذعل. أنه خلص البروجي. نحن كيف بدنا نرجع نلتاقه. كيف بدنا فيه كين روحية حلوة. هلأ شو في عنا خمس طرق لحل النزاعات. في عنا التجنب المنافسة المساومة والتعاون. وعنا كمان يعني أنا بستوعب. طبعا أول شغلة التجنب هي كأنه أنا عم بتهرب من الموضوع. وهذا بتم لما يكون الموضوع منه كثير مهم. بتهمني علاقة الشخص أكثر. مفيدة إذا منه مهم الموضوع. مفيدة بهالمكان فقط. إذا منه مهم الموضوع ما بيحرز. بمحلات تانية. هيدا عم بيراكم لمشكلة أكبر. عم بيراكم لمشكلة. طبعا. بس إذا الموضوع كان كثير سخيف. وأنا بتمنع علاقة بهالشخص. بتجنب. وبعمل حالة أنه ما سمعته أو ما شفت. أو ما بتفاعل معه. الاستيعاب بده بيطلب شجاعة. وكمان عادة بيصير لما يكون حدا بموقع شوي أعلى من تانية. أنا بستوعب اللي عملته. لأنه كمان هممني. هدف المؤسسة وهدف الشركة. هنمرق اللي صار. مرق الموضوع. مثلا. هعطي إجزامبل كثير صغير. أنا إذا عندي شركة مفروض إلبوس فورمل كل الجمعة. وهل الموظفين عم يشتكوا. لأنه عم ينزعجوا. أنا كمدير بمرق نهار الجمعة. لما أعرف ما في عندي كثير كاستمرز جايين. الزبائن على المركز العمل. بقلهم في كنتجوا ما تكونوا فورمل. استوعبت. ما بدي أقولني زعبة. استوعبت طلبهم بطريقة. أنه ما كثرت قرار الشركة. وبنفس الوقت. عطيت شي مني. بس هون هي النظر. أنه الطرف الثاني. عطاني. أنا ممكن أستغل. نعم. بهالخصوص. لازم يكون. اللي عم يعطي بموقع أعلى. حتى ما ينظر. لأقول له. أنا في أستغل مرة ثانية. في أرجع أخذ البديجة. هذا بحل سريعا. بس مع الوقت. براكم مشاعر. رسنتمنت. زعله. غضبه. وكأنه حدا. كله حقه للشخص الثاني. بالنسبة للمنافسة. هنا. ما كثير محبذة. بس ببعض المحلات. مضطرين نستعملها. أنا إذا بدأ أخذ قرار فيه حياة أو موت. أنا بكون عند الشخصية المناسبة كمدير. وبأخذ قرار لحل هالمشكلة. عندي حريق. عندي سيكيوريتي ماجورز. عندي شيء. بدي أخذ قرار. لأنه الدامج كثير كبير. بس هيدا. بس بينحل بهالمواقف. بمواقف تاني. بدم الروح الفريق. بعدين عنا المساومة. نعم. هيد أخر واحدة. أنا والشخص الثاني. بعد فيه واحدة غيرها. التعاون. هي الأهم. المساومة أنا والشخص الثاني من التساوم. التعاون بأخذ أراء كل الناس. اللي موجودة معي بالفريق. وكل واحد بقدم شو عنده. وبلاقي حالي ناس بجميعها. هو اللي. وهذا يتطلب شجاعة. وحيوار. بضال فيه أن كل حالة بدأ تندرس. طبعا. حالة استثنائية بحالة. شكرا لقليق ندين عبدالخالق. ولو شدك معنا. وفي هلأ. ومتابعي. شكرا للمشاهدة. موسيقى موسيقى